وانا داخل الهوى كان مؤتمر سوريو مدرب الزمالك كان بدأ وما الحقناش نتكلم عنه في مقدمة هذه الحلقة في الفاصل كده كنت بقى رأى التصريحات اللي قالها فيه المؤتمر الصحب فيه وتوقفت عند حاجتين مهمتين جدا اول حاجة انه تحدث انه ليه بتكلموني عن قمة الاهلي والزمالك هي اقمة كبيرة في مصر بس هي لا تقرن بمباراة ديربي كبيرة زي بوكا جونيورز وريفر بلات او كلاسكو في اسبانيا واحنا بنلعب هو قال كده دي الحاجة التانية يعني قال انه احنا اللي هو الزمالك يعني بنلعب كرة هجومية زي كرة الهجومية بتاعة منشستر سيتي هو بساطة شديدة وطبعا كل واحد حر بس القمة بتاعتنا هي قمة هتفضل واحدة من اهم دربيات الكرة في العالم كله وهي مصنفة واحدة من اهم الدربيات في العالم في المنطقة العربية وهو كان عنده اخطاء فادحة وكبيرة جدا هو ممكن اللي يكون اللي تسبب اولا ممكن اخيرا كمان في هزيمة الزمالك الثقيلة امام النادي الاهلي ثانيا ودي نقطة مهمة جدا انه لا الزمالك مبلعبش كرة زي كرة منشستر سيتي بصراحة يعني هو مدرب بالمناسبة وحنا قلنا هنا عليه في البرنامج هو مدرب كبير ولو سبيه رائع جدا وحتى قبل مباراة الاهلي كان بيقدم مستوات جيدة مع نادي الزمالك ولو سألتني عن رأي الشخص اتمنى كمان ان هو يكمل مع نادي الزمالك وممكن مع بعض العناصر الجديدة يبقى مستوى افضل يعني او النادي او الفريق بشكل عام مستوى افضل بس اكيد يعني لا يقارن برضو يا زي ما انت مش عايز تقارن كمة الاهلي والزمالك بكلاسكو الاريان مديد وبرشلونة وكي كان المقارنة ما تنفعش فالمقارنة برضو بين ما يقدمه الزمالك ومانشستر سيتي هي برضو مقارنة ما تنفعش بكل بصوط طائعة اشتركوا في القناة